يعد دونالد ترامب من أبرز الساسة الذين أثاروا الكثير من الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها فرحلة رجل الأعمال التي بدأت من قطاع العقارات وصولا إلى البيت الأبيض ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة وكذلك السابع والأربعين لها أسهمت في تزايد الاستقطاب بشأن شخصية ترامب سياسي مثير للجدل وعضو بارز بقائمة فوربز الدولية للمليارديرات كما أصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة وأبرز المشاغبين الذين جلسوا على المكتب البيضوي إنه دونالد ترامب الذي ولد في الرابع عشر من يونيو من عام الف وتسعمائة وستة وأربعين والحاصل على بكالريوس العلوم وإدارة الأعمال من جامعة بنسلفينيا الذي خلف والده أحد أهم الأثرياء والمطورين العقاريين بالولايات المتحدة في إدارة إمبراطوريته المالية من نيويورك شهدت تسعينيات الألفية الأولى تصاعداً في وضعه المالية وفي شهرته وتنوعت أعماله ما بين مستثمر وإعلامي وصاحب مطعم ومطور عقاري ومنتج تلفزيوني انضم للحزب الجمهوري ودخل السباق الرئاسي في عام 2016 أمام هيلاري كلينتون وفاز عليها فوزاً غير متوقع ليصبح أول رئيس لم يخدم بالعسكرية الأمريكية ولم يكن له نشاط سياسي سابق أصدر ترامب خلال فترة رئاسته عدداً من القرارات التي تأرجحت بين داعميها ومناهضيها ولكن أهمها مراجعة العلاقات الاقتصادية مع الصين الشريك المنافس للولايات المتحدة كما كان مناهضاً للهجرة غير الشرعية بشكل حاد فقام بحظر سفر المواطنين من العديد من البلدان وحول التمويل الفدرالي نحو بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيكا وسحب الولايات المتحدة من المفاوضات التجارية للشراكة عبر المحيط الهادئ ومن اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ وكانت الطامة الكبرى بإخراج بلاده من الاتفاق النووي كما شهدت فترة حكم ترامب توقيع قرار بتخفيض الضرائب ترامبت الرئيس جو بايدن في محاولة جديدة للعودة إلى البيت الأبيض